وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستيديو مركز الأخبار سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسي مجلس النواب مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار مرحبا مساء الخير يا هلا مرحبا طبعا دائما ما يؤكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود لجامعة الدول العربية ولكل ما تقوم به فكيف اتصف لنا التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية شكرا للاستضافة أولا أعتقد أن جلالة الملك حفظه الله كان دائما وأبدا من الداعمين للعمل العربي المشترك وانطلاقة العمل العربي المشترك دائما ما تصدر عن الجامعة العربية باعتبارها الهيئة التنسيقية الأعلى على مستوى الوطن العربي في التنسيق بين جميع دول العالم العربي وأعتقد أن نحن نستشعر دائما في لقاءاتنا مع جلالة الملك حفظه الله ومع القيادة السياسية بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العد الأمين أن هناك دائما دعم للعمل العربي المشترك انطلاقا من التواصل المستمر دبلوماسيا وسياسيا مع الجامعة العربية وأعتقد أن هناك علاقات وثيقة بنيت عبر سنوات طويلة بين مملكة البحرين بتاريخها العريخ وبقيادة السياسية المعروفة عنها دعمها للعمل العربي المشترك باستمرار ومبادرات التي تصدر من هذا البلد الطيب باتجاه العالم العربي وأخوتنا في العالم العربي بمختلف القضايا كان دائما جلالة الملك في مقدمة القادة العرب الذين يدعون إلى توثيق العلاقات مع الجامعة العربية وكانت الجامعة العربية دائما وأبدا لصيقة بالقرار السياسي الدبلوماسي البحريني وهذا خلق نوع من التعاون عبر السنين الذين ستشعره دائما في عملنا اليومي سر أبد النبي كما تفضلت مملكة البحرين لها مواقف مشهودة في دعم العمل العربي المشترك كيف ترى انعكاس ذلك على القمة الحليفة؟ أعتقد أن هذه القمة هي قمة بالفعل تاريخية وسوف تكون بإذن الله استثنائية بالنسبة للقرارات العربية التي ينتظر أن تصدر عن هذه القمة القمة العربية المنعقدة الآن على أرض البحرين الحبيبة هي قمة تأتي في ظرف استثنائي عالمي وليس عربيا فقط أعتقد أن ما يجري في أرض فلسطين الحبيبة وفي غزة تحديدا والضفة الغربية يجب أن يمثل نقطة تحول في مسار العمل السياسي العربي المشترك ونستشعر من خلال لقاءاتنا بكبار المسؤولين على مستوى الدولة وعلى مستوى الجامعة العربية أيضا من خلال اليومين الماضيين أن هناك توجه من خلال هذه القمة التي تعقد في البحرين يعني هذين اليومين أن هناك قرارات سوف تصدر وسوف تكون بإذن الله قرارات تاريخية وهناك مبادرات سياسية واقتصادية وتعاون عربي مشترك ربما يعني يصل إلى أسماء الجمهور العربي لأول مرة والأهم من ذلك أن هناك آليات تعاون حرصة جلالة ملك البحرين حفظه الله على توجيه الدبلوماسية البحرينية ووزارة خارجية والمعنيين عن القرارات السياسية في البحرين أن تكون هناك آليات متابعة وعمل دقوب يعني لاحق للقمة العربية وأعتقد أن ما يعني يميز هذه القمة أنها أن العمل العربي مشترك سوف يستمر بإذن الله متواصلا خلال الأشهر والأيام والأسابيع القادمة نظرا لأن الحالة الاستثنائية التي مرض فيها الظرف العربي سياسيا وأمنيا هي حالة تستدعي وقفة جادة من قبل القادة والدول والشعوب العربية التي اليوم لها صوت واضح ومسموع على مستوى القرار السياسي الدولي وأعتقد ما شاهدنا في الأمم المتحدة مؤخرا من تضافر جهود دولية 143 دولة تقف مع القرار والمستقل الفلسطيني والدولة الفلسطينية لم يأتي من فراغ وإنما عبر الدبلوماسية العربية التي تطلع مملكة البحرين بدور أساسي في تحريك الدبلوماسية العربية باتجاة تعزيز هذا العمل المشترك الذي نفتخر فيه ونكون جزء من وجمز من آليات عمله القادمة نعم ساعدت النهاب عبد النبي سلمان نهاب الأول لرئيس مجلس النهاب شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك